السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة اينشتاين مصر. في الفيديو ده هتكلم عن الجيز بام الجوريزم والجيز بام الجوريزم هو اختصار اصلا جاي من الجملة اللي قدامكم دي اللي هي طبعا اخدين حرف الجي من كلمة جراف والاس من والبي اي ان واخدينها من كلمة تعالوا مع بعض نشوف هناخد ايه في الجيز بام. قلنا في الفيديو اللي فات ان الباترن جروس هو بيكسبيند طبعا وده بيولد لي حاجة اسمها بيولد لي لارج نومبر اف ديبليكيتت جراف. يبقى كده عارفنا ان الباترن جروس عموما ليه عيوب زي ما كان الابرايوري عيوب. الابرايوري كناك كنا بنقول عشان الجينريشن اللي كان كبير وكمبليكس يعني وكان صعب. هنا برضو في الباترن جروس عندك عامل عندنا مشكلة. طيب وجينا وقولنا في الفيديو اللي فات ان احنا لجأنا ان احنا هنعمل الجريزم جديد او عمله الجريزم جديد اسمه الجيز بام الجريزم اللي هو بيقدم لك ان انت يقلل عدد الجينريشن هو بيعمل ايه? بيقلل عدد الجينريشن للدوبليكيتت جراف. طيب بالرغم ان هو بيقلل عدد الجينريشن يعني يعني ما بيطلعش اي دوبليكيتت جراف عندك. فهو بيظل يعني ضامن لك ان يطلع لك او ايا يكن يعني. فهو بالرغم كده هو بيطلع عندك يعني بيطلع لك كل الموجودين عندك. طيب. عندي حاجة اسمها الاس بي ام اف. ودي اوبن سورس يعني مكتوب بالجاوفا. وبيحتوي على يعني بيحتوي على كزا الجريزم للداتا مايننج يعني الاس بي ام ام ده عبارة عن اا اوبن سورس سوفتوير ممكن تعتبره سوفتوير وممكن كمان تنزله كلايبري موجودة بالجاوفا يعني هو يعني ممكن يكون اا بس طبعا يوز يوزر انترفيس يعني اا السيمبل يوزر انترفيس اللي هو بيشتغل بالكماند لاين عادي تمام? فهو بيحتوي على يعني عموما على كزا الجريزم ممكن تسيرشوا عنه يعني ليهم ووب سايت جميل جدا يعني في هتلاقوا فيه اكتر من اا حوالي امتين اربعة وخمسين الجريزم معمول لهم جوه جوه المكتبة دي او جوه اللايبري دي فمش بس يعني لأ عموما يعني عموما طيب من ضمن من ضمنهم الجيس بقى فتعالوا نشوف بقى هما كانوا بيقولوا ايه اوية بتاع الالجوريزم عندهم برضه عشان هما شرحينه بطريقة جميلة بصراحة يعني فتعالوا تشوف بتاعها يعني. طيب دي زي بانتو شايفين هنا دي اللي هي جزء من من عندك ولكن هو طيب بيقول لك يلا بينا نستكشف والزاي هما بيشغلوه عندك هنا تمام? طبعا ده ازاي يعني هنا بيقول لك ازاي يعني عشان تتست الشغل عليه تمام? ننزل كده ننزل. هنا بقى يبدأ يتكلم لك ويقول لك. ايه هو الجيس بقى مع الجوريزم? هما بيقول ان هو يعني مشهور عشان او عندك تمام? هو طبعا انشق بواسطة العالم العالم ده واكتشوف بواسطة العالم ده واخرون يعني في عام الفين واتنين. طيب بتاع الالجوريزم عندنا بيكون ايه? بكل بساطة هو زي ما متعلم قصادكم كده هو عارف احنا خدنا ايه? واخدنا في الفيديو الاولاني. وشرحته تاني فيديو تاني يعني. طيب. يعني يعني دي اللي هي العتبة او البداية. اللي هو بيعبر ايه عندنا هنا? العتبة اللي احنا لو اتخطناها هيبقى ايه? هيبقى ايه? اللي هو ايه? اللي هو عندنا الميليمام ساب بورد. ولكن اللي انا باخدها هنا في حالة الشغل هنا في بيدخلها له كنسبة مقاوية. تمام? ممكن نسبة مقاوية بتكون ادق ادق. لاني على حسب اختلاف فخلاص هتبقى سابتة. فالنسبة المقاوية هتكون افضل يعني. احسن من الرقم. طيب. تعالوا نشوف ايه مثال على اللي عندي. طبعا اللي عندي. يعني ليهم اسم بمعنى صح. تمام? زي ما انتم شايفين قدامكم كده ده ليبل لجراف. ليبل لجراف ليه? علشان عندك ادي فرتيزيز. الفرتيزيز متلونين بالاصفر ديقول لك كلهم كلهم ليهم اسماء. هو احداشر احداشر عشرة طبعا. اه هنا بيقول لك يعني مش لازم ان هو يكون يعني عملية مش لازم تكون ايه يعني يونيك اهو بيقول لك اهو زي ما بيقول لك يعني مش لازم ان هو تكون حاجة يونيك اه او مش متكررة في اي دانيا. وكزلك برضو في فبيقول لك هنا تخيل يعني مسلا ان الجراف ده اللي قدامكم يعني الجراف اللي قدامكم ده بيعبر مسلا عن كيميكا الكمبوننت. وعشرة من عشرة الى احداشر طبعا هو يعني عشرة واحداشر بيعبروا مسلا عن الاكسوجين والهايدروجين. فزي ما قدامكم هنا ده بيعبر عن الاكسوجين والهايدروجين عادي جدا جدا يتكرر يعني هوني بصف لك ليه الحتة دي? يعني مسلا لما اقول لك اتش تو او. فالاتش تو او ده عبارة عن اكسوجين. زرة اكسوجين ومرتبطة مع هيدروجين. مع زرتين هيدروجين. فعادي هنا الفرتيز هنا الفرتيز هنا متكررين. فده عادي جدا يعني ان الليبل بدي يكون نوت يونيك. فدي حاجة ايه طبيعية زي ما انتم شايفين قدامكم كده. طيب ننزل نكمل مع بعض بيع يعني بيقول لك برضو هنا في حالة برضو كزلك يعني برضو عليها ارقام هنا ومش لازم تكون زي ما تشايفين هنا عشرين وعشرين يتكررين عادي جدا. فيعني كل ده بيشرح اللي دخلك انت كالجراف داتا سيت عندك او الجراف داتا بيز تمام? فهنا برضو في الاج بيقول لك الاج عبارة عن اللي بتوين كل يعني بيشرح لك الاج وهنا برضو بيقول لك ان اللي مكتوبة على دي بتبين بتوين وبعضها او زي ما احنا قلنا يعني. وهنا بيقول لك برضو ان هي يعني طبعا. اه خلي بالكم هنا حاجة مهمة لان لازم تبقى عارف ان في الحالة دي لو انت هتشتغل عليه لازم يكون ولازم يكون ايه عشان بس تكون عارف انت لو شغلت الالجوريزم ونزلت اللايبري ممكن تنزلها بتشتغل عادي يعني. يعني حتى لو اريكم ممكن الشكل بتاع هيظهر لكم هنا دلوقات اللي هو الشكل اللي قدامكم ده بقى يعني هو البرنامج بمعنى صح اللي الشغال بالجيس بقى ممكن تتجربوه ممكن تنزلوه هو عادي ممكن تنزلوه تشغلوه عشان لو عايزين تتجربوه يعني. بس فهنا برضو بشرح لك هو بيقول لك لأي تانية موجودة عندك في بيقول لك بقى الجول بتاعنا ان احنا نعمل ليه بقى? ايه الجول ان انا يعني اشغل الجول اللي انا ان انا اوجد او اعمل الفريقونت اعمل تنقيب عن الفريقونت ساب جراف. تمام? عشان ادسكوفر ايه بقى? دي حتة مهمة بقى. عشان ادسكوفر عندي. اللي هي طبعا بتظهر في في الجراف داتا بيس. ولكن يعني ايه دي انا والمرة اشوف طبعا انت لو عارف لو جيت لتعريف من الداتا لكن هي التعريف ده ناقش شوية المفروض يعني لازم انت تطلع يعني ممكن اطلع مالهاش اي لازمة وملهاش دعوة بالشغل بتاعي مش معتمدة على شغلي فخلاص مالهاش لازمة زي بالزبط كده يعني لو انت جاي تدور على دهب ولقيت مسلا فضة فهي فضة كويسة ولكن مش مش هي هدفي مش مش بتعتمد عليها شغل هي. تمام? فلازم يعني تكون يعني اللي انت شغال عليه. ده تمام? وطبعا ممكن انت تعرف يعني بتاعك يعني الاهتمام بتاعك بقى يعني ان هو يكون مهم بكزا طريقة مختلفة يعني. يعني ممكن انت تقول ان بالنسبة لك هو عبارة عن اللي هو اللي هو بيظهر اكتر من مرة في عندك او عندك او عندك او دامك تمام? فيعني المهم يعني 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 ديها كزا طريقة ممكن نتكلم بيها عنها يعني فعموما يعني هم حاجة ان انت تكون عارف ان انت اللي عايز تطلعه. اللي انت عايز تطلعه وازاي هيقدر يفيدك يعني. ده اللي انت لما تستخدم انت هنا هتشغل هتشغل ده والسيمبل ده قدامك بالكوماند لاين وهيطلع عندك ولكن انت لازم تكون محدد ايه ايه الشغل بتاعك في مجال ايه او ايه اللي انت شغال عليه عشان تطلع تستفاد منه. فبيقولك هنا يعني على سبيل المثال كان كان بيه يوسفل يعني ممكن يكون مفيد في انت طبعا دي من ضمن الفايد اللي احنا زكرناه في الفيديو الاولان يعني. طيب اللي عندنا بقى هيشتغل ازاي هو هياخد عبارة هياخد الاول تمام وبعد كده هيطلع لك اللي هو اللي عندك. طيب احنا عارفين اللي هو بيزهر يعني التعريب بتاعها هو بيكرر بس كلام عشان بنراجع. هو عبارة عن اللي بيزهر يعني لا يقل عن يسويه ماشي واكتر منه ماشي لكن لا يقل عنه زي ما احنا ايه قلنا. وبيدخل طبعا انت بيقولك هنا ممكن يعني المثال ده تاخد تدخل على على التكست ده يعني وتجرب المثال معهم يعني لو انت عايز تجرب الاس بي ام اف آآ لايبريلي كمام فهو بيوفروا لك مثال تقدر تشتغل عليه. فقدامك اهو ده ده قدامك مكون من اتنين تلاتة فانا عندي هنا تلات جرافات. تمام جدا? طيب الجرافات اللي عندك دولة كلهم تمام جدا يبقى كده ده اللي قدامك والجراف اللي قدامك دي كويسة وهنقدر نشتغل عليها. هتعاو نشوف الاوتبوت اللي هيطلع معنا. طيب بيقولك هنا لو انا خدت عندي يعني هو عبارة عن تسين في ايه وده مينموم صبورت كبير. فاق ايه اللي هو كام تسعين في المية لو لو جينا حسبنا التسعين في المية لو جينا عايزين نعرف في يعني هو كام مرة ظهرت تسعين في المية. انا عندي تسعين في المية تسعين على مية. واضربها في تلاتة. هتظهر لك ايه يعني اتنين وتسعة تقريبا حاجة زي كده مسلا. اين يكون? اللي هو تقريبا تلاتة. فلازم اللي انت تطلعه عشان احسبه لازم يكون متكرر تلات مرات في ايه تلات مرات في الجراف ايه او الجراف ده تبيز اللي قدامك دي تمام كده? طيب ننزل تحت بقى هيقول لك اول عندك هو ده اللي هو العشرة. العشرة ده اول عندك اللي هو يعتبر عادي جدا جدا اللي يكون هو عبارة عن عندك عادي جدا. طيب العشرة هنا هتلاقيها موجودة هنا هو. وموجودة هنا يعني اتقال انا لو نكتب كده ادي العشرة موجودة هنا. وموجودة هنا. موجودة هنا. فالفرتسيز العشرة ده متكرر ثلات مرات فهو مش اقل من الفريقونت اه سب جراف تاني هو اللي احداشر. بالنفس الكايفية هتلاقي ان الحداشر هنا متكررة واللاحداشر هنا موجودة في الجراف ده واللاحداشر موجودة في الجراف ده. طيب. التالت بقى عندك اللي هو لازم يكون مش اقل من المنم صبورت اللي هو عندك تلاتة اللي هو العشرة وما بينهم العشرين والاحد عشر. طب تعالوا نشوف كده ده هل هو موجود في التلاتة ولا لأ العشرة وما بينهم عشرين ادي اول واحدة يبقى ادي كده صبورت واحد تمام. نزود ادي صبورت اتنين. ادي صب يبقى كده صبورت بتاعه زي اتنين. وادي هنا موجود. فالصبورت بتاعه وثلاثة. فده الاوتوبوت اللي هطلع عندك في حالة انت هتستخدم يعني دي حاجة طبيعية وما فيهاش يعني اي اه حاجة مزهلة يعني حتى الان تمام? فبيقول لك اهو زي ما احنا علمنا اللي متعلم بالاحمر ده هو بتاعه هيكون اه يساوي مليموم صبورت او مش اقل منه يعني تمام? بس وفي شوية عندك ممكن انت تحطهم وممكن ما تحطهم مش عادي هو اول حاجة هو عندك اه يعني ممكن تعمل بمعنى صح ايه الاقصى حد من اللي انت عايزه فهو عبارة عن اللي انت طلعتهم تحتويه يعني انت ممكن تعمل لا انا مش عايز مثلا بحد اقصى يطلع عندي واحد في كل فهتحط هنا هنا ان دي بواحد ولكن دي حاجة يعني لو انت عايز اطلع كله فخلاص ما تحطش دي حاجة من ضمن عندك ان انت تطلع بتاعك يعني متزبط متشغل عليك يعني بمانا صح يعني شغال على حسب احتياجاتك ليك انت بالزبط تمام? فده طبعا بيستخدم ان انت هتريدوس طبعا ويعني انت ده هتريح هتريح الشغل الالجوريزمي يعني انت هتقلله انت بتقول له انا عايز الاوتوباة اللي يطلع عندي يبقى عنده تلاتة فمش هيطلع لك اكتر من تلاتة يعني لو فيه فيه اربع مش هيطلعه لك فهو بيريح نماغه وفيه في الغية التلاتة وفر الدنيا فدي حاجة كويسة جدا بيوفرها في البرامترز ده تاني عندنا هو طيب بيقول لك هنا ده يعني ده ان هو يعني دي حاجة بتكون يعني دي في الفانكشن هي بتكون بتكون ترو يعني ايه الكلام ده بيقول لك ان ممكن يطلع لك بدون اي زي ما طلعنا هنا يعني زي ما طلعنا العشرة والاحداشر دولة يعني الاتنين دولة طلعوا اللي هما دولة اصلا فهنا دي يعني بتكون ايه لو انت عايز مش عايز ولازم يكون في ما بينهم خليها بفوت برضو كذلك الاو الدوت فايل الدوت فايل هنا دي برضو يعني ده ده ممكن تستخدمها يعني الدوت دي يعني بتستخدم في في الجراف عندك لو انت عايز تعمل بقى لان اللي هيطلع معك هيطلع مش هيطلع رسمة لا انت ممكن بعد كده تستخدم الدوت فايل ده وتستخدمه يعني بترسمه بتعمل عن طريق التولز اللي هي ممكن تسيرش عنها طيب يبقى كده برضو هتكون ايه عندك فانت لازم تعملها برضو الجراف ايديز عندك انت ممكن هنا هي برضو دي فالس باي ديفولت فده انت لو عملتها هيطلع لك اللي هو زهرت فيها يعني هيتطلع لك ايه الجراف اللي زهرت فيها دي اللي انت دخلتها في الداتا بيز يعني يقول لك يطلع لك اه التلاتة دول يعني دولة في الداتا بيز فدولة اللي زهروا فيهم فلو في واحد ما زهرش مش هيطلعه لك فده برضو اللي هو يعني يطلع لك الجراف اللي موجودة فيها اللي احنا استنبطنا منهم او استخرجنا منهم او عمنا اكستراكت منهم فدي باي ديفولت فولس او انت عايز تعملها يبقى خليها تمام? في حالة المسال اللي عندنا هنا اللي طلع عندك انت طلع عندك عامل الماكسما باتجي اتنين. اه عادي ممكن انت يطلع وما طلعناش مطلعش. وكمان طلعنا يعني طلعنا من ضمنه عشان يطلع بالمنظر ده. يعني هنا ده اللي طالع. لكن هنا ده وزوت يعني اخر واحدة كنت معمولة فولس هنا. تمام? ده كان وازاي بيشتغل طبعا ده مسال هو بيدخل بالمنظر ده زي ما قدامكم هنا ومشروح كل حاجة. اهو كل حاجة مشروحة وكل حاجة يعني ما هو وضحها الموقع كل حاجة يعني لو انت عايز تجرب. طبعا هنا البرفورمانس اه الجيز بام الجيز بام يعني فهو صراحة لانهم ما بتطلعش وهنشوف زي ما بتطلعش لما نرجع للسليدات. تمام? وكده احنا كن يعني وضحنا كل حاجة اهو زي ما انتو شايفين ده الموقع بتاعهم ممكن تدخل عليه. وده البيبر اللي عملوا فيها الشخص اللي اسمه ده. والاخرون عمل فين واتنينة اما عملوا اللي هو جيز بام. ممكن تدخل تشوف البيبر عندك في بس يعني ده اللي كنت عايز اقوله هنا فتعالوا نرجع مع بعض للسليدات. طيب هنا بيقول لك ان عادي الجيز بام بيقدر يهندل الليبولد والان ديريكتد والكنيكتد ساب جرافس وزاوة اه بدون اي قيود تفرض عليهم تمام? طيب عشان يعني الجيز بام في الجرافس بيستخدم او بيتبنى طريقة اللي هي دي اف اس زي ما احنا قلنا تمام? انشي اللي طبعا هيختار اي اه اي راندم نفس نفس الشغل اللي احنا بنشتغله في حالة وجود يعني طالما ما فيش مش هتشتغل او ما فيش على الفيرتسيز فانت هتشتختار اي راندم طبعا وتبدأ تشتغل عليها تمام? وبيقول لك ان اللي في الجرافس اللي هي بتعمل لها مارك دي يعني تعليلت معاليها يعني معنى كده ان هي سبق زيارتها يعني سبق اللي انت زورتها قبل كده فخلص مش هتزوراتها يعني احنا اتفقنا كده في في لما شرحته الفيديو اللي فات. طيب وقلنا اللي في الفيديو اللي فات ان الاوتوباة اللي هيطلع من يا سميه هتبدأ تبنيها تمام? زي ما احنا بنينا في فبرضو بتطلع لك بتحدد لك اللي انت ماشي عليه. وطبعا الجراف الواحد ممكن يكون ليه اكتر من اعتمادا ان انت ازاي مشيت على لطريقة يعني ازاي انت مشيت في حالة ان هي لو كانت او انت مش عايز تنمشي الفابيتك اللي فبراحتك يعني. يعني على حسب ترتيب اللي انت مشيتها فهتتغير طبعا الجراف والتاني فممكن الجراف يكون ليه اغطر من تري فدي ملحوظة مهمة يعني ممكن تيجي اي سؤال وكده يعني. طيب. الجيز بقى مع الجريزمه بقى ازاي بيشتغل يعني. لو احنا شفنا اللي قدامكم ده انا عندي الجراف اللي قدامكم اللي هو ايه ده. عندي فيه اكس اكس احنا قلنا اللي ان LESAIL من شوية يعني في let's الاس بي ام اف. اه قلنا ان اني عادي ممكن نتكرر يعني مش لازم تكون يونيك وكذلك مش لازم مش مش ضروري او يعني اني تكون يونيك يعني حاجة قيمة يونيك بمعنى صح. طيب فانا عندي هنا ادي اكس ودي اكس ودي واي ودي زات. طيب. ايه اللي انا بعمله هنا? انا عايز اشوف في السيرش همش ازاي? طيب انا عندي في الاكس اول حاجة في البي ده. ده اول الشغل اللي عندي. يعني بيقول لي هنا يعني الحاجات المتلونة في الفجر من من البي لدي بتظهر لك ان في تلاتة فانت زي ما بيقول لك هنا بيوضح لك ان الحتة اللي فات دي. يعني هنا دي بيزبتها لك. بيزبتها لك في ده. اني ممكن عادي الجراف الواحد يكون لي اكتر من تري على حسب انت ايه عندك. طيب. يبقى هنا بدأ ان ايه? فاول حاجة في البي عندك هنا بدأ من البي زيرو. وده في اتنين يعني بدأ الاكس ده وبعد كده دخل على ده. ماشى كده على طول. وبعد كده دخل هنا. دخل كده. وبعد كده رجع تاني اعمل باك تراك ودخل من الاكس على الزت. او لا سوري يعني سوري سوري شايفين اللغبطة? هنا بدأ ادي في زيرو. بعد كده دي في واحد عند الاكس. بعد كده دخل على الزت. دخل على الزت. بعد كده رجع ورجع تاني عشان ان هنا فيه تلاتة. هنا دي في اتنين. تمام كده عشان بس ما اطلق بطوش. انا كنت افتكر ان هو ماشي ايه? الفابتكة ايه? يعني ان الواي قبل الزت. فلا هو ماشى براحته. تمام? عشان بس تكونه فوق الدنيا واضحة. في الجزء يعني ده رقم واحد. ده رقم واحد. وده رقم اتنين. وده رقم تلاتة. التلاتة تري دولا تابع ايه? تابع الجراف ده. هنسمي جي مسلا. تمام? طيب رقم اتنين ماشى ازاي بقى? ماشى من رقم زيرو اللي هو الاكس. راح بعد كده. اهو ماشى كده. بقى ده رقم واحد. راح للواي. رقم اتنين. هنا عكس بقى. يعني هنا ماشى الفابيت كليل. راح للواي بعد كده رجع وراح للزت. تمام? بقى هنا بقى هتلاقي ان هو بقى ماشى. ماشى انت بتاعتك ايه? بدأ بالواي. بدأ بالواي. بدأ من تحت. بدأ من تحت وماشى كده. تمام? اكدني لفت الجرافية عشان بس الناس ما تطلق بطش. فهنا بدأ من عند الواي. ماشى كده. ماشى كده. وبعد كده راح على دي في واحد. بعد كده راح على دي. في اتنين الاكس التانية. وبعد كده من الاكس اتنين. ماشى على طول لغاية ما يوصل للزت اللي هي هسميها الفرتيسيس رقم تلاتة او الاردر بتاع الفرتيسيس الزت ده هيكون ايه? هيكون تلاتة ايه? بقى زيرو واحد اتنين تلاتة. ده اللي عايز اقوله لك هنا يعني ماشي. فبيقول لك هنا في حالة عندك انت خدت الالفابتكالي يعني اه راعية الالفابتكالي تمام? طيب. اه هنا بقى بيقول لك ان الفرتيسيس دول ار اللي بولده طبعا من سواء ازا كان اكس واي وزت ده الاسماء بتاعتهم وكذلك هي يعني اعطيهم اسماء البي والاي 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 والبي وهكذا وهكذا طيب. انت لما بتجي تعمل اه انت بتفزتنينج سيكونس او فرتيسيز فروم الينير اوردر يعني الينير اوردر تمام? هتمشي لينير اوردر طيب. بيقول لك ان انت لما بتستخدم عندك اللي هما اللي قدامك جيبها برضو بيتسمى وحتى اقول ده قدام يعني هيوضح الكلام اكتر. بيقول لك ان يعني ال اه ال في اوف اي. ليه? لان يعني اهو ده زيرو وده واحد. فمعنى ان ده زيرو فده ان الفيرتكس دي اكس زرناها قبل الاكس اللي هنا. بس يعني ده اللي عايز يقوله هنا عشان عشان بس تبقى فهم الحوارين. بيقول لك لو الاي اقل من الجي. معنى كده ان الجي. تمام? طيب بيقول لك لو عندك جراف جي سبسكريبت دي يعني اه اه بسميها تي. بسميه كالاتي. يعني الجراف ده انا عملت له سبسكريبت اللي عنده فانا بسميه بدل ما هو جي بسميه جي تي. بس يعني مش حوار يعني. والتي طبعا ده هو ايه السبسكريبتينج او التريز اللي طلعت منها او ممكن اسميها السبسكريبتينج زي ما انا قلت لكم او دي اف اس تري عادي جدا يعني تمام نروح للسلايد اللي بعده. بيقول لك هنا بقى يعني اه اه وي كول اه او عندك هو بسميه الروت. اول نقطة اول بتبدأ عنا. عندك بتبدأ بيها يعني هي الروت. دي حاجة بدي هي ما فيهاش اي اه حاجة جديدة يعني. تعالوا هنا بقى. بقى اللي هي الفي ان بسميها ايه الكلام الجديد ده بقى. لو انتوا لاحظتوا زي ما انتوا شايفين قدامكم كده ونركز عشان الكلام اللي انا هقوله ده مهم. طيب الروت هنا عندي هو ده. ده في زيرو. طيب انا مشيت كده هي اخر نقطة على اليمين. اخر نقطة على اليمين. طيب. الباص اللي انا عايز اوصله من هنا لغاية هنا بسميه الرايت موست باص. الرايت موست باص. من البي زيرو لغاية البي ان اللي هي بتعبر على ايه? عن الرايت موست بارتسيز. الباص ده انا بسميه ايه الرايت موست باص. طيب. هنستفيد بي ايه? هنستفيد بيه حاجات كتيرة جدا لان هو ده الكور او يعني نقطة القوة او الحاجة الجديدة في الجيز بقى. وهنعرف في السلايد اللي بعد ده ليه هو يعني مهم جدا او عندك. طيب. الجراف اللي قدامك او الفجر اللي قدامك ده بيوضح فكرة عندك. انت عندك في الجراف اللي قدامك اللي هو ايه? ده جراف عادي جدا جدا موجود عندك. اللي هو ايه? طيب. البي بقى من البي للجي ده بيمثل ايه? بيمثل يعني الكلام ده. الجراف اللي قدامك ده انا عايز اه هو ده النود بتاعتك الاولانية دي هي عندك او عندك وده اللي انت عايز توصل له. تمام? فهو المسار او الباص من بتاعتك لغاية اخر حاجة عايز توصل لها هو عندك. تمام جدا. طيب. يبقى عندك هنا بقى هيبدأ يهتم بيه. بيهتم بيه? بيبقى بيستخدم ايه? او ايه الميزة الموجودة في ان هو بيعمل اكستراكشن اكستراكشن للفيجور ده بيعمل اكستراكشن للفيجور عم طريق استخدامه الرايت وهشوف وهقولك بالوقت ازاي الرايت موست باص يعني ايه? يعني بالزبط كده اكدني خدت الرايت موست باص ده من الجراف والباقي رميته. الباقي رميته يعني ده اكدني مش شايفه. اكدني مش شايفه خالص. فهبدأ بقى انا قلت ان احنا هنضيف ازاي هنضيف بقى عندك حاجة اللي اسمها الباكورد والباكورد. يعني انا قلت كده في محاضرة الاف بي جروس او عندك طريقتين لاضافة الاج. عندك الباكورد وعندك الفورورد. تمام? الفورورد ممكن يضيف لك نيوورتيسيز. نيوورتيكس. وممكن ما يضيف لكش نوت انتردوس عنك. تمام? طيب جميل جدا. هتبدأ تضيف الاج بقى بالطريقتين اللي قدامك دول. طيب هتضيفهم فين? انا قلتلك اعتبر ان الرايت موست باس. الرايت موست باس هو الجرافي الجديد. الباقي تنساء. فهتبدأ تمسك الرايت موست باس في كان عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. الاربعة دول هم اللي هركز عليهم. طيب اول حاجة هعملها وبفضل دايما نمشي بيها. هي ان انت تعمل الباكورد. فعلى طول تعمل الباكورد بالنقطة دي زي ما انت شايفين كده. انت عند واقف هنا. هتعمل باكورد على طول. هتعمل باكورد هترجع للاول. طيب انا عملت باكورد الاول نقطة. او في وان او في زي و دي. طيب يبقى اعمل بعد كده لاي? لفي واحد ما دي في واحدة. يبقى بنفس الفكرة انا هنا رجعت لفي واحد. تمام? يبقى انا كده عملتها ده اتنين. ده رقم بي وده سي. تمام? ده البوتنشيالي. لهوا البوتنشيال رايت موست اكستراكشن. للفيجر اي او للجراف اي تمام? جميل جدا. طيب اللي بعد كده هنعمل ايه? هنبدأ نضيف بقى الفورورد. انا عايزة انتقل بقى من اللي انا ماشي فيه. انا هنا واقف. هعمل فورورد لان دي طبعا هنا دي خلاص مش ما ينفعش اعمل لها بقى كورد لان في ادجي ما وصل ما بينهم. فانا مش هعمل هعمل نيو ادجي ليه? في ادجي ما بينهم. انا بعمل ادجي للحاجات اللي مش موجودة لها ادجي. طيب. هعمل بقى فورورد وهعمل عندك اهو. من عند اخر نقطة دي اللي في ان مسلا. او ال V هنا في الحالة دي زيرو اتنين تلاتة. اه تقريبا دي اربع او تلاتة. عشان احنا لو كتبنا V زيرو يبقى دي V واحد ودي V اتنين ودي V تلاتة. من V تلاتة هتطلع هنا جديدة بادجي طبعا. وبعد كده هتطلع لل V اتنين وتطلع جديدة. عشان انت عامل هنا. وبعد كده عند V واحد. لان انت خلي بالك انت لو ملاحظ ان دي احنا مهملينها خالص. الفيرتسيز دي خلاص اترمد في الزبالة بمعنى صح عشان هي بشتبع وانا هنا بشتغل فده من ضمن يعني اه صفات او اه مميزات الجيزبام الجريزم يعني ان انا هنا بشتغل على او بعمل بمعنى صح طيب انا هنا خلاص ضفط في في ال في واحد هيبقى عندي بفضل ان انا اعمل فوروات بقى في ال في زيرو هاعمل اه جديدة تمام? طيب ده اللي هنا اللي كان بيقوله وبرضه ده اللي كان بتقال في السلايد ده هنا اللي بيقول لك ان الفجر من بي لدي بيمثله طبعا الجروس للرايت موست فيرتيزيز نلاحز اللي انت بتعمله انت بتعمل ايه? ده اصبحت الجديدة. وده الجديدة بتتحول للرايت موست فيرتيزيز. ده الكلام ده انا قلته في الفوروارد. طيب ودي اصبحت انا هسأل سؤال بقى وسؤال زكي. لما انا قلتلك ايه هو قلت لك هو الباص من الستارت بوينت بتاعتك او من الروت لغاية طيب هنا دي انا قلت لك ان دي اصبحت جديدة فايه الباص بقى اه هتقول لي بقى ان الرايت موست باص بقى كده بقى كده 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 تابع دي طيب في حالة دي بقى فين بقى الباص عندك هنا في الحالة دي هتبقى كده اهو كده بالمنظر ده ده الرايت موست باص طيب في حالة مسلا دي الاف هيبقى بالمنظر ده ده الرايت موست باص الباقي اللي تحت هشطبه ولا ليه اي ولا ليه ادعوة بيه لان خلاص دي الميزة بقى حط الشب دي ان انت خلاص ما ملكش اي لازمة انت اللي تحت لان انت خلاص بقى معنا استغليتك وهنا في الحالة دي هي دي هيبقى كده بس ده هنا يبقى ده هو الرايت موست باص ده بس متخيل ان ده هيبقى في الحالة دي طيب لو احنا جينا بقى يعني بصينا برضو ده هيبقى في الحالة دي لان ده هيبقى زي ما هو لان انت عملت هنا طيب جميل جدا طيب تعال انا استخرج حاجة اللي اسمها انا هنا ده لو اعتبرت ده فانا كل انت طلعته ده سواء ازا كان البي البي والسي والدي وهكزا لغاية الجي فده يعتبر للجراف ايه طيب لو انا جيت طلعت بقى يعني انا ده اعتبرته اللي هو البي عايز اطلع منه يعني برضو يعني هتطلع للرايت موست باص وتبدأ تضيف عليه تعتبر ان انت هتشتغل زي دي بالزبط طيب تعالوا نشوف كده اللي انا هعلمه ده بالزبط كده اهو 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 وعندي كده لان انا هنا عملته يبقى اللي هتلاغي ايه هتتلاغي دي زيها زي دي طيب هتبدأ بقى تضيف الاضافة هنا زي ما انت ملاحظ هنا هتعمل اول حاجة انت واقف هنا هتعمل هتوصله بدي هنا فيه فانت خلاص مش هتوصل يبقى هو عادي رقم واحد يبقى وبقى سميه ده ايه بي دوت زيرو مسلا دي النسخة او الابنة او الرقم زيرو طيب هتبدأ بعد كده تضيف من هنا هتبدأ بقى تعمل هتضيف جديدة اهو جديدة طيب وهنا اصبح اصبح عندك اللي هي الجديدة اللي انت ضفتها دي تمام طيب بعد كده انا لو جيت رقمتهم طيب عشان تبقى ملاحظين في زيرو في واحد في اتنين في تلاتة تمام كده في تلاتة طيب لان دي انا هتضيفتها ماشي فهنا دي هتضي انت ضفته عند خلاص في تلاتة هتبدأ تطلع بقى تضيف واحدة تانية عند في اتنين زي ما انتم شايفين هنا دي عند في اتنين وبعد كده تضيف عند في واحد تضيف او اللي هو تعمل يعني وتبدأ تضيف في في زيرو تمام طيب تعالوا ناخد واحدة واحدة عند الاف مسلا قدي الاف قدي يعني الجديدة دي هي فبالتالي ده هو بقى عبارة عن كم في زيرو في واحد في اتنين جميل جدا طيب لو جيت عملت جبت لل الف هجيبه ازاي هتبدأ تضيف عند كل واحدة فيهم هتبدأ اول حاجة تعمل ايه ادي اهو اتعامل في طيب هتبدأ تضيف عند ال في اتنين هتضيف بال هتضيف زي ما انتم شايفين قصاتكم كده وهتبدأ بعد كده عند ال في واحد تبدأ تضيف زي ما انتم شايفين قصاتكم كده وبعد كده عند ال في زيرو هتضيف زي ما انتم شايفين قصاتكم هنا وتسمي بقى ده في زيرو في واحد في اتنين ده لتشرق رقم زيرو ده رقم واحد ده رقم اتنين وده رقم تلاتة وهكذا 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 ده كانت الحتة بتاعته وده اللي بيتميز طب ليه بقى يعني احنا لو بصينا هنا طبعا ان عندك بياخد يعني بياخد ولكن يعني عندك لما تجي تعمل وده بيتحول خلاله بتغير لك لان انت بتعتبر ان ده هو تمام ولكن في عكس ده ما بيحصلش فيه في حالة ان انت بتعمل في حالة انت بتعمل ده الحتة اللي هنا طبعا هنا احنا قلنا في المشكلة بتاعت فانت عشان تضيف من تسعة لغاية عشرة هتعمل مشكلة وده بسميه يعني انت لو شايفين هنا انا عندي ايه في ستة ادجز ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا عايز اضيف ادج فهضيف ازاي في عندي اتنين وعشرين اد جراف جديد هيطلع في عندي متخيلين يعني عشان الجراف ده عشان اضيف له ادج فانا هطلع اتنين وعشرين جراف ياه ايه ايه كل ده ليه ما انا ممكن اضيف هنا ادجي اهو اه دي فورورد طيب انا ممكن اضيف لان انا عايز احوله من ستة ادجز يعني العدد بتاعه او اللينس بتاعه بدل ما هو ستة ادجز انا عايز اضيف ادجي عشان يبقى ايه سبعة طيب ما انا ممكن اضيف ادجي كده بالمنظر اللي قدامك دي مش عارف ممكن اعمل الفورورد من هنا اه باكورد من هنا لهنا طيب ما انا ممكن اعمل مش عارف من هنا لهنا وهكزا يعني هيبقى عندك اتنين وعشرين جراف جديد. تمام? لكن انت بقى لو استخدمت ال بقى هيحول نفس الرسمة اللي قدامك دي احنا ما غيرناهاش. يعني نفس الجراف ده اللي هو في ستة ادجز يعني ده ستة ادجز اهو. تمام? نفس الرسمة دي لو انت استخدمت. حاشوف هيقللها لك. هيحول هم لك بدن ما اتنين وعشرين اربعة. لا ده يعني انا تقليلت حاجة كترة جدا يعني. بدأنا بقى. يعني انت لو هون عبرت لك الستارت بتاعك من هنا. والاند بتاعك من هنا. يعني ايه الاند بتاعي من هنا? يعني هي دي. هي هي دي. وده عندي. ده عندي اهو تمام? يبقى بالتالي هو المسافة من دي ودي. اللي هو زي ما مرسوم قصادكم كده. هنستخدم طبعا هتبدأ بقى تمشي كده مع بعض. نبدأ نضيف اول. انا هنا مثلا دي زيرو. في واحد. في اتنين. هتبدأ بقى تمسك في حالة هتضيف زي ما انا قلتلك كده يعني زي ما احنا كنا بنعمل هتبدأ تضيف اتج بنفس الترتيب اللي احنا شغالين عليه. عند ال V زيرو هتبدأ تضيف اهو. ده اللي عند ال V زيرو. عند ال V واحد هتبدأ تضيف اتجي تانية برضو. تمام? عند ال V واحد آآ عند ال V اتنين ماشي. اهو ادى اتج. عمل طيب عند بعد كده هترجع من ال V اتنين لل V زيرو. فهتضيف هنا زي ما انتم شايفين ده تمام جدا. ناس دي بقى اللي ما تضفلوش ولا هو رقم واحد فهيبقى كالاتي زي ما احنتم شايفين كده عشان بس يتبقى واضحة. ادي كده ادي في زيرو. ال في واحد هضف له هيبقى بالمنزر ده. وهنزل منه. يبقى طالع منه ايه اتنين. اهو. ده النيو. عشان ما نطلق بطش. وده ال في اتنين اللي عندنا. وبننزل عادي جدا. اهو. كده واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. فزي ما انتم شايفين المنزر ده هتلاقوه فين? هتلاقوه هنا اهو. اهو. فده اللي انت بتضيف فيه ايه? في ال في واحد. تمام كده? فانت تحولت عن طريق اه عن طريق اه عن طريق اه بدل ما هم اتنين وعشرين جراف يعني انت هنا قلنا لو انت استخدمت الطريقة العادية فانت هيطلع عندك اتنين وعشرين جراف وهيطلع طبعا عندك دوبليكات جراف. ولكن هنا انت قللت الدنيا خالص وطلع عندك اربعة جراف عشان كده الجيز بام حل المشكلة اللي كانت عند البتر نجروس ابروتش. هنا مسال تاني برضو عايزنا طلع الفورورد اتجز والباكورد اتجز برضو انا عندي جراف جي واحد ده. عندي اكس واي واي واكس وزت وهكزا. طيب. انا هنا اول حاجة اول حاجة هعملها طبعا الحاجة اللي قدامكم دي دي حاجة حاجة اسمها هناخدها برضو قدام حاجة اسمها الدي اف اس يعني ده من انحاء الوردر. وطبعا هنا بيقول لك ملحوظة مهمة جدا ان اللي انت هتطلعهم من الدي واحد مصد ان منها تعمل لهم من وتتجاهل الباقي تتجاهل الباقي. ده مهم جدا لان ده الاهمية بتاعة الجي سبام فما منضيعهاش ماشي فما تجيش بقى انت تعمل لي من اي حتة تانية. طيب انت عندك ادي الراية مصد باس قدامك اهو. فالراية مصد باس عندك هو الاكس والواي والزت اللي قدامك ده ادي في زيرو واجد ASH ادي الغيado فاي انت هتمسك بقى الرايت مصد باس ده وتعمل بقى بتاعتك. فادي اول اج ادي تاني اج ادي تالت اج. طيب احنا لو عملنا كده بقى لو جينا عملت الزت ده هل ده صحيح لا بقول لك ده غلط. ليه? لان انت عملت بعيدا عن الرايت مصد باس. للاي انة ده مش الرايت مصد باس انت ده ادي الرايت مصد باس او اهو الا دي الراية مست باس بالراس مبي. انت الباقي ده كله ده مش تبعك خلاص انت ده رمى ان اكد انك قصيته بالزبط فده غلط ان انت تعمل هنا فده خطأ تمام? انا يعني تعمدت ان انا اجيبها لكم كده بالمنظر ده عشان واقول لك رونجة هو عشان ما تغلطوش فيها. طيب في حالة انت هتبدأ تاخد من الزت ترجع للواي. ومن الزت ترجع للاكس. بس انت عندك لكن في حالة انت عندك تلاتة. يبقى انا عندك هنا تلاتة واتنين تمام? وطلع عندك خمس اشكال زيادة. تمام كده? الدنيا واضحت شوية هنا وهزن يعني الكلام واضح يعني خدنا مثالين واكتر مثال وكررنا يعني. طيب تعالوا نروح على بقى ونقرأ فيه هو الدي اف اس كود. الدي اف اس كود يا حضرات بكل بساطة هو ان انت بتعمل اللي عندك بتحوله حاجة بسيطة جدا جدا. انت عندك الجراف هتكتبه بس. يعني هتحوله زي ما كنا بنعمل يعني ما فيش حاجة صعبة. فعندنا الجراف اللي قدمكم ده. اهو هبدأ من هروح للواحد بعد كده همشي كده لاتنين. اتنين انا عندي فيه تلات طرق. اهو تلات طرق هرجع كده بعد كده للتلاتة بعد كده للاربعة. هحولهم لسيكونس عادي جدا جدا. يعني اذا يبقى عندي واحد اهو. يعني ده اول عندي بيبقى هو الفيرتسيز زيرو واحد وهكذا واحد واتنين وهكذا 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 لاتنخلص الجراف كله. لكن عندي بقى الحاجة اسمها دي اف اس. يعني بقى دي اف اس ودي حاجة مهمة. باختصار انت هنا بيبقى فيه طريقة معينة. يعني انت هنا لو ملاحظ في الكتابة هنا انت بتكتب على هيئة الفيرتسيز اللي ما بينهم وخلاص يعني زي ما احنا متعودين يعني. لكن هنا آآ عندك بتكتب بطريقة معينة. يعني بقى بتكتب اول حاجة اول حاجة اللي يعني انا لو جيت كتبتلك بتكتب ازاي? هقول لك بتكتب بعد كده بتكتب تمام? عشان كده قلتلك لازم تبقى في حالة دي يعني عشان انت هنا ليه عملنا ده عشان نستفيد بعملية يعني يعني عندي هو فلازم ما استفيد بيه. طيب بعد كده بكتب اللي ما بين بعد كده بكتب عندك. وهوضح لك ده بمسال دلوقت. تمام? عندك بتكتب اول حاجة اول حاجة بعد كده بتكتب بعد كده بتكتب يعني بيتعرف ازاي? احنا قلنا بيتعرف ما بين اللي ما بينهم يعني ما بين رقم واحد وآ ما بين زيرو واحد تمام? طيب بعد كده بنكتب عندنا. تعالوا ناخد مسال عندنا يعني هنا بيقولك طبعا عندي بيبقى في حاجة اسمها الجامعة واحد جامعة اتنين او جامعة واحد جامعة واحد وجامعة اتنين تمام? مبينين عندك زي ما قدامك كده. ده احنا ازاي بنكتب اول حاجة بكتب بقى اول حاجة هو ده جميل جدا يبقى اي زيرو اي واحد اي اتنين اي تلاتة. ليه? عندي ادي واحد اتنين ادي تلاتة ادي اربعة يبقى ادي زيرو واحد اتنين تلاتة زي ما بصدكم ده. ده هو الجراف الاصلي عندي هو الجراف ايه? في كم ايج? في فور ادجز. تمام? بيبقى اي زيرو اي واحد اي اتنين واي تلاتة. ده الادجز اللي عندك. انت كده عملت ايه? كتبت الادج اوردر. كتبت ترتيب الادجات اللي عندك. هتبدأ بقى تاخد عندك اللي انت طلعتهم زي ما احنا عارفين. اللي هما في المسال زي ما شرحنا المسال يعني اي بي سي دي. عندي تلاتة طلعناهم زي ما انا قلت بالعنطرية الرايت موست باز ونحنا نضيف وهكذا وهكذا. طيب. اول حاجة هتكتب الادج زيرو. الادج زيرو عندك. هيبقى ايه? هيبقى تكتبه كده الادج زيرو. هو ما بين ال فيي. الفيرتكس رقم زيرو وواحد. يبقى دي زيرو وواحد. انت كتبت ايه هنا? كتبت الادج عادي يعني. انت كتبت ايه? الادج عادي. انت هنا كتبت الادج عادي. تمام? انت هنا كتبت الادج عادي عشان الناس ما تطلق بطش. اني بقررها بقررها بقررها. اول حاجة بتتكتب ما بين القصين هو الادج. الادج بيتكتب ازاي? يعني لو جيت قلت لك اكتب لي الادج ايه? هو بيمثل ايه? بيمثل زيرو واحد. لان هو بيودي ما بين رقم زيرو واحد. تمام? طيب بعد كده بتتحرك بعد كده بتكتب عندك اللي هو في الحالة دي اسمه انا هنا كاتب ايه? يعني الاسم. فنفرق ما بين وما بين الكتابة دي. ده حاجة وان انا نكتب ايه حاجة تانية. ليه? لان الايه يعتبر هو عن بتاعي. فانا مش بكتب الاول. انا بكتب الاول. اللي يعني ايه? يعني انا هنا رتبتهم. ويعني ان انت تكتب ما زيرو الواحد. زيرو واحد. بعد كده واحد اتنين هكذا. ده كده. بسميه كده 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 هو. لو خدتهم كده. ده. وده برضو ترتيب ولكن يعني ده اللي هو عشان تبقى عارفهم يعني. فده اهتمامي اللي ما بين القصين. ده اللي انا باهتم فيه. اول حاجة بتكتبها هي بتبقى عبارة عن زوج مرتب. عبارة عن ايه? عبارة عن اللي بيوصل ما بينهم بتكتب الصغيرة الاول بعد كده الكبير. تمام? او على حسب يعني بيوصل ايه? تمام جدا. بعد كده بتكتب وبعد كده وبعد كده طيب طبعا هتكمل بنفس الطريقة تعالوا ناخد واحد عشان احنا كتبنا هنا ناخد مسلا ايه? في الحالة دي هي السي. طبعا هنا واحد او واحد يعني واحد واتنين ده بيعبره عن عندك يعني انت عليه هنا تلاتة عشان فيها دي واحد ادي اتنين ادي تلاتة او لو كتبناها بالزيرو زيرو واحد اتنين. فهي نفس الفكرة يعني. ماشي? طب ناخد التاني ده اللي قدامنا لو احنا جينا نكتبهم يبقى من الزيرو للواحد. الزيرو للواحد اهو. الزيرو للواحد نفس الفكرة. همشي على بعد كده هكتب ده عندي اللي هو ايه? ادي الايه? وادي الاكس. ناخد واحد تاني طيب. بعد كده من الاكس انت واقف عندي الفيرتكس رقم ايه? رقم واحد. طيب حلو يبقى واحد. هتتحرك للفيرتكس اتنين اللي هو ده. زي ما انت شايف كده. يبقى انت كده ماشيت ايه? اهو. تمام جدا. بعد كده تكتب الفيرتكس ده بتاعه ايه? اكس. والليبولد بتاع ايه? ايه? بي. بعد كده بتاع السكند الفيرتسيز عندك ايه? هو الواي. ادي الواي. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده من ايه? انا واقف هنا همشي من الواحد هاروح للتلاتة. الواحد هاروح للتلاتة. طيب حلو جدا. ده انا بكتب ايه? تمام? انت لو ملاحظ هنا ده بكرر تاني. طيب بعد كده بتكتب الفيرتكس اللي انت واقف عنده بتاعه ايه? هو الاكس. بعد كده ايه? اللي هو في الحالة دي ايه? ايه? بعد كده اللي هو زت. ادي الزت. جميل جدا. طيب باخر واحد عندنا هو ايه? هيبقى التلاتة. وهترجع عندك زيرو. جميل جدا يبقى ادي تلاتة. اهو رجعنا للزيرو. طيب. اللي هي عندك. الزيرو ده الروت. بعد كده اللي انت متحرك منه هو ايه? هو الزت. ادي الزت. طيب عندك البي هو اللي موجود على هو البي. طيب بعد كده رجعت للي عندك اللي هو ايه? دي في الحالة دي. فاللي هو اكس. تمام? وفي نفس الشكل بيطلع هنا. طبعا هنا بنطلع حاجة اسمها المينيموم يعني احنا لو شدنا ده بس عشان بس تكونوا عارفينها عشان هنقولها قدام تاني. حاجة اسمها المينيموم دي اف اس كود. ففي الحالة دي هي تبقى المينيموم دي. ده هيبقى في الحالة دي. ازا مينيموم. ازا مينيموم دي اف اس كود. ماشي? هنقول قدام الكلام ده تاني. عسنا بس ما نرجع لش دل دي. تمام? يبقى كده الجما زيرو وهقول لك ازاي جاتك. طيب ندخل على اللي بعده. الدي اف اس بقى كود آآ كونستركشن عندك. ازاي بتعمل دي اف اس كود? ناخد مسال تاني عشان نوضحه بقى اكتر واكتر. عندي الجراف عندي هنا بيقول لك آآ جراف جي. جراف جي ده انت تستخدم طبع عشان عشان على الجراف جي ده. عشان تبدأ تعمل الدي اف اس كود. تمام? الدي اف اس يعني لو الناس مش عارفة هي دي اف اس دي. طيب عندي الجراف اللي قدامك دي. هو مش 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 حاجة يعني جديدة ولا حاجة. انت بدأ عندك من المظلل ده معنا ان انت زورته. المظلل الماركد احنا يعني عملنا لها يعني علمنا عليها بمعنى صحفة احنا كده زورناها. طيب احنا وقفين عند زي ما تشايف. تحركنا لل واحد بعد كده هنكتب زي ما انتم شايفين كده بنفس الفكرة انا تحركت من هنا لهنا. تحركت من هنا لهنا. فزي ما تشايفين اتعلمت عملت لها مارك. طيب ايه بقى ده لو كتب ده لأي زيرو. طيب هنكتب من زيرو. لو واحد. والاكس. والاكس. رحت للاكس اللي هو بعد كده اللي انا تحركت عليه اللي هو الايه. طيب بعد كده ايه اللي هو الواي. طيب نكمل. في حالة السي بقى. بس انا عايز امسح عشان ايه? الدنيا تبقى واضحة عشان انا بحبش نكتب كتير على الكلام. طيب. عندك اتحركت بقى من الواي. اتحركت روحت الوال في اتنين. طيب هتكتبها ازاي? هتكتبها بنفس الفكرة. ادي واحد. اتتحركت من الواحد. هتروح للاتنين. يبقى ادي واحد اتنين. وبعد كده اللي Sulli عندك هو الواي. بعد كده ايه? هتكتب اللي هو اللي بعد كده الصعادي جدا. جدا وهكزا وهكزا. هترجع بقى عندك للآكس انت واقف هنا عند الاتنين. هترجع للزيرو. هترجع للزيرو. فيبقى عندك هنا ايه زي ما انت مكتوب قدامك. اهو. ده كده انت رجعت. طب يبقى هتتكتب ازاي? هتتكتب عبارة عن اكس. ايه? اكس. اللي هو ده الفيرست. وده السكند. ماشي? وده ما بينه. اهو بنفس الفجرة. ماشيش حاجة صعبة يعني. طيب نمسح برضو عشان الدنيا تبقى. ثانية كده نمسح. اهو. بعد كده عندك في بقى لخطوة رقم اي ده هنا بيوضح لك يعني ما بيعملش حاجة جديدة يعني فاهمين? كل ده خطوات يعني الناس ما تستغربش. طيب في برضو نفس الحكاية انت هتتحرك من الاتنين. هتروح لرقم تلاتة. رقم تلاتة اللي هو عندك ايه? الزت. فهو اهو. ما بين الاتجي ما بينهم بتاعهم هو السي. زي ما انت شايفين هنا مكتوب السي. طيب هنروح للاف بعد كده. زي ما انتم شايفين الاف برضو هتعمل لتروح للواي. يبقى من التلاتة للواحد. تعالوا نكتبها قبل ما احنا قبل ما تظهر. تعال عشان يعني نجرب نفسنا. يبقى انت هتكتب التلاتة. هتكتبها كده تلاتة. بعد كده هترجع للواحد. بعد كده هتكتب الزت اللي هو هترجع عن طريق الاتج بي. هترجع للواي. تعالوا كده نشوفها. مكتوبة ازاي. زي ما احنا كتبناها بالزبط. تلاتة واحد زت بي واي. تمام? فاعظن يعني الموضوع سهل. يعني مفيش حاجة صعبة ولا حاجة. بس وهنا برضو في الجي كزلك كزلك. فدي كل خطوات زي ما انتم شايفين كده. يعني اول غاية اي بيعمل لها يعني بتبقى بيعمل لها يعني بيزلل عليها بالرمادي كده زي ما ده كان عندنا تمام? زي ما انتم شايفينه كده طلعنا تحت اللي هم تلون بالاحمر. جميل جدا. طيب. نرجع تاني نعرف ايه بعد ما اخدنا المسال وفهمنا. بيقول لك هو عبارة ان انت بتعمل يعني بتحول عندك بتحول هلو جميل الكلام? الكلام مش صعب ولا حاجة. طيب يعني يعني احنا عايزين نعمل ما بين الكودز اللي احنا طلعناها دي. ونختار عندنا هو بتاعنا. هو اللي بتاعنا. تمام? عشان احنا بندي طبعا فلازم ان احنا نهتم يعني نحط اعتبار اعتبار طبعا فلازم تاخد بالاعتبار بتاعك عشان كده بنمشي منزيل واحد وهكزا. تمام? ندخل على اللي بعد بيقول لك بقى عندي نوعين من الحقيقة يعني عندي نوعين اول نوع هو وده انت بتمابس عندك زي ما انا قلت لك زي ما ظهرت عندك اللي احنا لما قلنا عبارة عن زير وواحد فده انت هنا حوالت ايه? عن طريق جميل جدا. عندي بعد كده ده النوع التاني ان انت بتبهلد ان انت بتعمل ما بين وبعضها ما بين وبعضها ما بين وبعضها ما بين وبعضها. طيب جميل جدا. في اللي هو يعني زي ما احنا قلنا يعني طب يعني زي ما انت شايف هنا انا عندي هنا انا بكرر امثلة معلش عشان الدنيا توضع. عندي تلاتة سابسكريبتد تلاتة اه جرافات سابسكريبتد جراف. تمام? فسابسكريبتد جراف هبدأ ارسم لهم زي ما كانت مرسومة هنا يعني زي ما كانت مكتوبة هنا جامعة واحد وجامعة مش عارف لأ جامعة زير عشان بس مطبقا دقائقين جامعة واحد جامعة اتنين. ففي نفس الفكرة هنا كتبهم بالأي بي سي. حلوة وجميل جدا. وكتب الكود عادي جدا. وهنا بقى عايزين نطلع حاجة جديدة وهي المينيموم دي اف اس كود. ايه المينيموم دي اف اس كود? هو عبارة عن اقل كود او المينيموم كود ما بين الدي اف اس كود اللي انت طلعتهم للسابسكريبتد الجرافت عندك. يبقى انت عندك هنا اه انت اعطلعت كود واحد وادي اتنين يعني ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة هو اقل واحد ما بينهم. هو اللي هو هيكون في الحالة دي ايه? سي هو الرسابسكريبتنج جراف اللي بيطلعلك او بمعنى صح الرسابسكريبتنج انا بسميه الرسابسكريبتنج جراف الرسابسكريب breve طيب. ازاي بيطلع المينيموم يعني انا كتبت لكم عشان بس ما انطولش في الشرح اكتر من كده لان الفيديو طول. ولو عادي니다 ازاي تفهمو يعني ازاي تقدر تصلع يعني عن طريق السودو كود اللي انا قدامكم ده. ازاي تقدر تطلع اه لو انتو عايزين تفهمه ازاي كتب ده وليه كتب ده ممكن تكتبوا في الفيديو وانا اعمل لكم فيديو مخصص للململم الم الواحد يعني ماشي فبس عشان ما نطولش الفيديو ده ده السودو كود اللي قدامكم ده هو ازاي تطلع او او ازاي يعني مش تكتراكت معنا صح ازاي تحدد انهي ما بين اللي انت عندك نشوف بعد كده اللي بعده هنا بيقول لك ان البيزد طبعا الدي اف اس اا طبعا المنمم دي اف اس كود هو يعني بيعطى بالمنظر ده دي اف اس اف جراف دي اف اس اف جراف طبعا المنمم دي اف اس كود هو اا اقل واحد ما بينهم هو اقل واحد ما بين الكودز اللي قدامك والسودو كود اللي قلته ده هو ازاي تطلعه يعني عشان هو بس حوار وطويل شوية فانت حتى ممكن تاخد السودو كود ده سكرينشوت ولو حد قدر يعملو كودينج يعني ويبقى ويسيبو في كومنت ويكون مشكورا يعني يكون حاجة كويسة هو فيها كوات بتطلع عن المنمم عشان بس تكونوا عارفين المهم يعني بيقولك ان هو يعني بيعبر عن المنمم دي اف اس كود ليه بنتطلعه اصلا احنا نحن نعم نفسينا اصلا ونطلعه هو بيعبر عن ما بين المنمم دي في يعني ما بين المنمم دي اف اس كود والايزومورفيزم اا تو جراف يعني هو بيعبر بمعنى صح ان ال GIVE يعني متمثلين مع بعض ليه بقى بيقولك لو عندك G و G فانت امتى تقول ان G هو اايزومورفيزم اا يعني متشابه مع ال g ده ده في حالة اف ان دي يقول لif dfs كود بتاع الجراف جي بيوساوي دي اف اس كود بتاع الجراف جي داح فانت لو عندك 2 جراف عايز تقول عليهم عايز تشوف او عايز تشك هل هم عايزومورفيزم ولا لأ. فانت هتشوف هتجيب للجراف ده. والجي والجراف التاني. وتشوفهم لو طلعوا متساويين ومتشبهين تبقي كلب الملي فهم بالفعل تمام? او متمثلين مع بعض. طيب وعشان كده بقى يعني طبقا للكلام ده. احنا بقى هنحتاج ان احنا يعني عشان هنقدي على ايه? على يعني احنا هنعمل زي ما انا قلت. على حكتين. على فهم الحكتين دولا اللي بيشتغل بينهم الحكتين دولا همين هام اهو. اللي هو والمينمام دي في اس كود. لان دولا بتاعت الجيز بام عندنا. فاحنا هنعمل على الحتة على الاوتوبا اللي هيطلع من دولا بس. تمام? وهيضمن لك طبعا ان انت تطلع كمبليتنس آآ ماينج رزولت. هيطلع كامل العادي. يعني ما تخافش عادي. ماشي? طيب. بقى عن عندك زي ما انتم شايفين كده بتترسم زي ما واضحة قدام حضراتكم كده. طيب. بيكون فيها ايه تري دي? بيكون فيها طبعا يعني بتعبر عن في طبعا في السيرش تري. بتعبر عن تمام? اللي طلع من الروت عندك بيبقى فاضي طبعا بيبقى يعني ده ما فيوش اي كود هنا. يعني هنا ما فيش اي كود طبعا بتمشي بقى لفل وان اتنين واغاية لغاية ان على حسب بقى اللي عندك. ماشي? طيب. نروح للسلايد اللي بعد كده اللي احنا بنروح لي نتكلم عنه اللي هو الجيز بام الجريزم. انا ما عايش انا ببكر. يعني لو في حاجة مش مفهومة او في حاجة ما اولتهاش بطريقة كويسة. ممكن تكتب كومنت وانا هعمل فيديو عشان انا مش عايز الفيديو ده يبقى الاكتر من كده يعني صراحة بس. ده الجيز بام الجريزم اللي قدامكم بيقول لك الجيز بام الجريزم زي ما انا قلت انه يعني زي ما انا شرحت لما رحت شرحت البي اه الاس بي ام اف في على بتاع الموقع. فهو حقيقة يعني هو بيستغني من بيقعد ينادي مع نفس ونفس وهكذا هكذا. لغاية طبعا وعرفنا امتى يعني بيوقف الريكيرجان وامتى ما بيستمر يعمل فهو بيوقف الريكيرجان في الحالة دي طبعا اللي هو طبعا يلاقي ان الزير سابورت اقل من المينيموم سابورت فخلص هو مش مش هيطلعك لان انت اه عندي. وكمان في حالة لو كان دي دي حتة زيادة دي. ماشي فدي حتة هم اه ام لو انها لكم بالازرق. وده الالجوريزم زي ما قدام حضراتكم. ولكن هنا الالجوريزم ده فيه اختصار يعني انت شايف الالجوريزم ده مش مكتوب كاملا. لكن لو عايزون تشوفوه كاملا ممكن تشوفوه في الكتاب هتلاقيه كاملا يعني الالجوريزم اطول من ده. لكنها اختصرت بس عشان اه مراعاة ان انت تفهمه بسرعة. طبعا الجيزم بيطور في انهي حتة بيطور في الخطور رقم تلاتة. هي دي الشغل بتاع الجيزم. تمام? هو ده الجيزم بيامبروف في اللاين ده تمام? نروح على اللي بعد كده بقى عندك. اللي انا قلت لك عليه مهم? لان انا قلت ان فيه اه اكستراكشن. والدي اف اس كود اكستراكشن. الدي اف اس كود اكستراكشن. يبقى على طول هتروح على المينيموم دي اف اس كود. بقى فيقول لك هنا لو عندك ايه? اه هو يعني اول با بالمينيموم دي اف اس كود للجراف جي. والبي نان مينيموم دي اف اس كود. يعني الواحد مينيموم يعني بتعبر او ممكن نسميها جاما زيرو مسلا. ممكن نسمي ا både ايا ايا كنلى اسماية ومش هنختلف عليها يعني ماشي. فده لو عندك ده. فلو عندك دي انت عملت بال؛ جيجم من哦 by طبعا تصليekشن ماشي? انت عملت لها اكستركشن. طيب. فانت دي اللي عندك هنا طبيعي جدا جدا لان انت مطلعها من ايه? مطلعها من البي. والبي نون مينموم. فطبيعي ان هي تكون نون مينموم دي اف اس كود. طيب وبالتالي ان المينموم دي اف اس كود اف دي كانوت بي اكستراكت. لان احنا بنعمل اكستراكت يعني انت لو بسيتلس للنظرية دي. ودي نظرية هامة جدا. ناشي فيري امبورتانت. اه يعني في الريت اخيرها من دي اف اس كود اف جراف اون المينموم ماشي. ماشي? عشان نركز مع بعض. ان في ال ال دي اف اس اكترة وازت نوت مينم او نون مينموم نون مينموم انا بقرارها كزا مرة ده نون مينموم دي اف اس is not minimum. is not minimum. حلو جدا. فالمنمم دي في اس كود اللي انت عايز تطلعه من البي ده مستحيل. ليه? لان كانت يعني لو انت عايز تجيب المنمم دي في اس كود من الدي. انت متقدرس الكلام ده من البي. لان البي نون مينمم. طيب والمينمم دي في اس كود كمان يعني انت تكستيند في روم الاي. يعني انت مفروض تكستيند ده من الاي لان الاي هو? المينمم. تمام? الكلام هنا يعني واضح وصريح. تمام جدا. نروح له بعد كده. عندنا بقى هنا انت لازم تعمل تقليم بقى. تقليم. طبعا برضو موضوع كبير فانا مش عايز يعني اتكلم عنه كتير. فعموما يعني هو برضو مرتبط بالمينمم. فانا ممكن اعمل فيديو مخصص للاتنين مع بعض. للمينمم دي في اس كود والبريننج مع بعض. ازاي تعمل الاتنين مع بعض. لان البي صراحة فيه حاجة كلام كتير يتقالع. انا لو عايز اه يعني تتعرف ايه في الجيز بام الجريزم زي ما انت شايف هنا والخطوات اللي قدامك. يعني هو بيعتمد اعتماد كبيرة على المينمم. يعني انت حتى لو بصيت هنا في اول سرايد بيتكلم لك عنك. بيقول لك ان طالما ان الاس مش بيساوي المينمم اوف اس. فانت على طول اه بتعمل يعني تقليم اللي هو النوت مينمم. بتعمل بتشيلهم مش هتشتغل عليهم تاني خلاص. انت تشتغل على المينمم وخلاص. فزي ما تشايف هنا بيبقى عندك المينمم دي في اس كود وطالما هو ما بيساويش فانت مش هتشتغل عليه وهكذا 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 يعني ده الخطوات بتاعت ممكن اعمل للبريمينج فيديو الواحد ان شاء الله. طيب ناخد مع بعض كده عشان ننهي الفيديو بتاعنا ويعني عشان نروح الاخر حاجة في الفيديو بتاعنا اللي هي الانالسس اللي دي اسباب. فزي ما انتم شايفين قصتكم كده في الاكزامبل هو عطيك داتا سيت بيسميها دي. الداتا سيت دي فيها كم جراف عندك الجراف تي واحد وتي اتنين وتي تلاتة دي اسمها الجراف عادي جدا. يبقى انا عندي فيها تلاتة جراف وعندي المينمم صبورت بتاعهم بيكون اكبر من الاتنين اكبر من او يساوي يعني المينمم صبورت عندك باتنين. هتبدأ عادي جدا جدا ترسم بتاعتك اه في اول في اول هيبقى تمام جدا. آآ عادي هو هنا ممكن يكون هو ما سمحش بالسنجل فعادي جدا احنا ممكن نحسبها بالسنجل ممكن لا لي مش هنحسب بالسينجل لان انت الفيرتسيز عندك هنا مش ليبول فانت ما ينفعش تشتغل يعني دي حاجة طبيعية. فانتا تبدأ في اول حاجة انا عندي الادج تاني في اي حروف تانية لا انا عندي الثلاثة عندي في البداية طيب هل هم موجودين في في الدياغه هم هلاقيهم ان هم موجودين في الت واحد وموجودين في الت تنين وموجودين في الت. ثلات. ادي بي سي ا ا ا بي سي ا بي سي فالتلاتة جميل جدا. بعد كده هتبدأ تضيف بقى على كل واحدة فيهم. يعني انا هيبدأ اضيف على الجزء اللي قدامك ده. هتبدأ توصل هنا ما بين دي و دي. بالباك تراك طبعا. ادي الباك تراك. وتممكن تضيف تضيف كده. آآ كده يعني او معنا صح. هتضيف للبي اللي هو هتضيف هنا ده فانت هتعمل ايه? فهو هو نفس طالما هتسميه نفس هو هو. فده ايه ايه? هتضيف بعد كده هنا الاتج بي. وتضيف بعد كده الاتج سي على الاتج ايه. وهكزا هتبدأ تضيف هنا بعد كده. طبعا ده موجودين فين يعني عشان برضو تكونوا فاهمين ايه? ده معناهم هلهم موجودين فين في يعني عشان تحسب المنموم بتاع كله او بتاع كل واحد فيهم يعني. بتاع كل اه او عندك. طبعا هنا الرسمة اللي قدامكم دي اللي هي عندك زي كده يعني متوصل مع الاتج ايه نفسه. هتلاقيه موجود هنا اهو. موجود هنا اهو. فهو موجود في تي واحد والتي تلاتة. يبقى واحد وتلاتة. واحد وتلاتة. ونفس الكيفية الاي والب مع بعض هتلاقيهم في التلاتة موجودين مع بعض. والاي والسي مع بعض هتلاقيهم موجودين في التلاتة. هتبدأ بعد كده هنا هتضيف تانية فهتبدأ تضيف عليها هتلاقي ان هي موجودة فين? هتلاقيها موجودة فين? موجودة هنا برضو. ادي الواحد اهو. وادي في التلاتة. اللي هي الاي اي مع بعض والي السي معها. يبقى كده موجودة في الواحد والتلاتة. وهتبدأ هكذا برضو تضيف هنا جديدة. تضيف جديدة. اللي هي تضيف السي. يعني هنا ضيفنا ايه? هنضيف سي تاني او. سي فهتتحول لهو السي دي. هتلاقي ها موجودة فين? برضو موجودة في الواحد والتلاتة. مع كزلك. هتبدأ بعد كده تضيف اهو. هتنتقل للي بعدها. هتبدأ تضيف بقى طبعا تعمل طبعا اللي هو السي. اهو. هنعمل سي. زي ما انت شايف قصادك كده. اه ليه هعمل سي? لاني عندي ال اي وال بي موجودين. فانا مش هعمل حاجة مش هعملهم هم هم. يعني هعمل ايه? للسي. طيب هتلاقي ان هو موجود فين? في الواحد والاتنين. هتلاقي ان هو متكرر هنا في الواحد والاتنين. اهو. تعالوا نشوفوا. عايزين تشوفوا فين? اهو. المسلس اللي قدامكم ده. وعندك المسلس اللي قدامك ده برضو. اها. هتلاقي ان هو موجود في الواحد والاتنين. وكزلك وكزلك هتبدأ تطلع كل واحد فيهم وهتبدأ تطلع هم موجودين فين. بس ده البسيط يعني عشان بس تبقوا عارفين ازاي يعني تبقوا خدتوا حتى في تمام? ده طبعا بالجيس بام هنا احنا شغالين هنا ايه بالجيس بام. طب نروح للسلايد اللي بعد كده بيقول لك ازا ده حاجة مهمة جدا جدا. والسلايد ده هام جدا وهو الملخص اللي هنطلع منه الفيديو. ماشي ده اه سلايد هام جدا. ليه بقى احنا عملنا اه ليه احنا عملنا الجيس بام قلنا عشان في الموضوع في فالجيس بام هنا بقى بيستخدم عشان يقلل الكلام ده او يمحيب معنى صح والاة الترميناشن يعني يعني هو بمعنى صح بيوقف الاكستراكشن ده بيوقفه في حالة يعني لو هو ليه ان فيه هو ما بيعملوش بيعمل ترميناشن للموضوع بيوقف عنده. تمام? فده المنيزة اللي موجودة في عن طب نروح للبعد كده لو عملنا جيس بام يعني نحلل اللي احنا قلناه الكلام اللي قلناه طبعا هو طبعا يعني ما فيش اي جيس بام جميل جدا. طبعا هو كمان بيحافظ على بيعمل اه يعني بيسيفنج للميموري ما بيعملش اه كونسيوم للميموري بتاعتك وده عشان هو بيستخدم زي ما احنا قلنا يعني هو يعني تمام? ما ازاي بقى بيستخدم فبيستهلك ميموري كتيره في الحالة يعني ده في الحالة بيعمل كويكلي يعني بسرعة بيعمل يقدر يعمل للجرافكال داتا سيتف وده حاجة مهمة جدا وميزة رائعة رائعة في الجيس بام تمام? نروح للبعد كده برضو في الاناليسيس بتاعنا. ازاي بقى اقدر تقيس يعني الران تايم? ازاي تقدر تقيس الران تايم للجيس بام بتاعك? الران تايم في الجيس بام بتقدر تقيسه عن طريق المتشابهين مع بعض. طبعا لازم تبعد عن وإلا هيطلع لك مصيبة تمام? فطبعا الجيس بام هو طبعا هنا يعني معادلة خطية المعادلة اللي قدامك دي خطية وده بيرمز للف ايه وده بيرمز للف ايه طبعا الف دي بترمز لده وده. تمام? فهي معادلة خطية طبعا لا تربعية ولا حاجة. وده الرموز طبعا اللي هو المكسيمم الموضوع سهل يعني فوان الاس بترمز لإيه اللي هي بتاعك اللي انت شغال عليها والار المكسيمم نمبر اوف ديبلكات كودز وهكزه يعني فده اللي بيموسل يعني بتاعك او البيج او او التيم كومبليكستي او الاسباس كومبليكستي للجيس بام هي معادلة خطية او اوف كي اف اس زائد الار اف تمام كده نروح للبعد كده وهو يعني عشان برضو توضحه ووضح لك الموضوع اكتر واكتر فزي ما انتم مرسوم قصاتكم كده مش عارف شايفين الرسمة هنا دي مكتوبة جيس بام ودي هنا ايه جيس بام يعني الحاجات المربعة المربعة ده هو بيموسل جيس بام عندك ماشي فده في الرسمتين عندك فهنا ده بيوضح لك الايز او الران تايم والنمبر اوف ايزومورفيزم تمام فده الجيس بام برضو شايف ان هي المعادلة يعني مش معادلة تربعية شايف ان الخط ماشي مستخيم كده فدي حاجة كويسة تمام برضو حاجة تاني في الجيس بام لو احنا قرنناه بال اف اس جي لان يمكن اف اس جي في الابريوري شغال بنفس طريقة الجيس بام شوية يعني نقول كده ولكن تعالوا نقارنوا ما بين بعض ليه ليه انا قلت شغال زي بعض لان ده بيشتغل ادج ده بيشتغل بال ادج ماشي فموت شابهين شوية لكن انت لو شايف انت عندك في حالة يعني لو انا حسبتلك هنا ده بالسكند فانت لو ملاحظ ان المطموس او الاف اس جي عندك هتلاقي ان هو الران تايم بتاعه كبير يعني انت لو مقارن مسلا في كده طبعا دي ده ماشي اه لو انت شفت دي لو شغلناه على الاتنين فانت شايف الفرق شايف الفرق ما بين ده وده يعني ده تقريبا نص فلا يعني يتفوق عليه في الران تايم يعني بكتير جدا جدا يعني فهذا مجال مقارنة صراحة تمام نروح لاخر حاجة بتاع ودي اخر سلايد عندنا فبيقول لك هنا ان في الداية الاصطناعية طيقة عندي ان بأصبح يعني اكتر من لف اس جي اكتر منه بعشر مرات يعني بيوصل انه هما ان هو فاستر اه من ستة لعشر اه مرات اكتر يعني في السرعة في الكيميكالكومبوننت يعني حقيقة ان بيتفوق ببراعة صراحة لان في الكيميكالكومبونت يعني في الكيميكالكومبوننت داتا سيته خصيصا هتلاقي ان والدابريكية دي الجراف بتتكرر حمدك كتير فالجيزبام هتلاقي ان هو اسرع من مية اكتر منه يعني اسرع منه بمية مرة يعني تمام? اخر حاكتين بقى عندنا هنا في السلايد وفي الفيديو كله وهم اهم حاكتين وده اللي هنطلع بيوم في الفيديو. ان السيرش في النون مينمم دي اف اس كود هما ملهاش اي مش هيطلع لك اي نتيجة. ماشي مش هيطلع اي نتيجة. وعشان كده بيقول لو انا سألتك سؤال هل من الضروري ان انت اه تعمل في الاجابة هتكون لا. ليه? لان خلاص طالما انا اقول احنا احنا اعملنا خلاص احنا بنعمل حتى لما انا قلت في فات ده يعني لو احنا نرجع له بس عشان تكونوا بس متأكدين من الحاجة اللي انا بقولها لكم يعني ان احنا بنعمل احنا بنعمل احنا بنوقف في حالة فعشان كده نا لو سألتك السؤال ده وده السؤال بتاع الفيديو بمعنى صح نرجع بس كده الايوة هو السلايد ده. اهو لو انا سألتك قلتلك ان هل من الضروري ان انت تعمل في فهتكون الاجابة لأ طبعا لان انت بتعمل عنده وبتغف عنده وبس كده وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته